وانت بتتكلم عن الحفريات يعني انا بعرف من ارض فلسطين لما بيكتشفوا في حق يعني اكتشافات معينة بيجوا على تلة اللي تهدمت عدة مرات وعدة حضرات بيجوا بيقطعوها مثل الكيكة مثل الكعكة عشان تشوفوا الطبقات وبيستخدموا كربون 14 بيحللوا النواحي الكيموية لكل طبقة على الفترة الزمنية طبعا بتعود لألاف سنين لكن طيب هاي بفلسطين لكن كيف بيعرفوا مثلا لما بسمع انا مثلا ارقام خيالية مثلا 60 مليون 20 مليون 30 مليون سنين كيف بيقيسوا او كيف هذه المقيس حتى يأكدوا عن هذا الموضوع هم لقوا طبقات الارض في الجدول الجيولوجي وابتدوا يحطوا لها اعمار بناء على فكرهم ان فيه تطور للكائنات فلو لقوا كائن في طبقة معينة يقولك الكائن ده احنا متوقعين يكون عمره 65 مليون سنة فيبقى الطبقة دي عمرها 65 مليون سنة فهم بدأوا بأسامشن بافتراض ان الطبقات دي تكونت على ملايين السنين ودي حاجة اسمها اليونيفرماتيريان جيولوجي واحد اسمه شارلز ليال في القرن السبعتاشر والتمنتاشر قالك انسى توفان نوح ده خالص ده كأنه ما حصلش ومعدلات الترسيب اللي احنا شايفينها دلوقتي هي اللي حصلت في الماضي وبالتالي عطى اعمار طويلة لطبقات الارض نسي حاجة اسمها الكاتاستروفيك جيولوجي الكارثة لان لما حصل السنامي في جنوب شرق اسيا لقينا جزر تحركت في ظرف ساعات ايوة فانت ما تحتاجش ملايين السنين عشان ترسب طبقات او عشان تحرك التكتونيك بليتس اللي هي طبقات الارض القشرة الارضية من بعضها